يومهم ابتدى بالفرحة والرأس والتنطيط وانتهى بالحزن الفرح يتقلب لجنازة وادعوا صحابهم ورحلوا وهم راجعين من الفرح فرقوا الحياة وكانت نهايتهم خمس شباب مرة واحدة لفظوا أنفسهم من الأخيرة كل يوم وقع أصعب من اللي قبلها على الناس وقائع مفجأة لع البال ولع الخاطر تخيل يبقى يومك ماشي حل وكله سعادة ويتقلب في لحظة في غمضة عين تبقى مش موجود على وش الدنيا وقع صعبة ومؤلمة هزت السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت والكل بيسأل حصل لهم ايه وازاي فرقوا الحياة وليه الوقع دي من الوقائع اللي قسرت قوي في كل الناس مش أهالي الشباب بس تفاصيل كتير عن وقعة مصر الجديدة هنعرفها في الفيديو ده المكان كان في مصر الجديدة وتحديدا على محور صلاح سالم الزمان كان الفجر وهم راجعين من فرح صاحبهم كل الحكاية بدأت لما تلقى مأمور اسم شرطة مصر الجديدة بلاغ بوقوع حادث تصادم ورحيل خمس طلاب وبالانتقال لمكان الوقع تبين العصور على سيارة ملاكي وبداخلها خمس أشخاص مفرقين الحياة في أقل من ثلاثين ثانية تم استخراج جسامين الشباب بعد صعوبة في تحركهم لأن العربية كانت ما فيهاش حتى سليمة وكان واضح من قبل أي حاجة إنها يطلعوهم وهم فرقين الحياة لكن مع ذلك كان فيه أمل يمكن يكون حد منهم مصاب وتبين إن أسماءهم محمد ومحمود وأحمد وعلاق والأخير محمود برضو وكلهم لسه طلاب زي الورد في عز شبابهم بيعيشوا في منطقة ترعة الجلاد بدائرة اسم شرطة الشرابية فوراً الإسعاف جاتوا وتم نقل ثلاثة منهم لمستشفى مصر الجديدة والتنين التنهين لمستشفى هيلوغلس تحت تصرف جهات التحقيق اللي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري عليهم لبيان السبب وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المرأبة في مصرح الواقعة عشان يتم تفرغها واستعجال المباحث بسرعة تحريتها حول الواقعة واستدعاء أسر الضحايا لسماع أقوالهم اللي حصل بقى الخمس شباب دول كانوا بيحضروا فرح صاحبهم والفرح خلصوا بعض الرأس والتنطيط والهزار والضحك في لحظة كانوا مفرقين الحياة وكأنهم كانوا بيودعوا صديقهم العريس اطمنوا عليه وفرحوه وقابلوا وجه كريم بعد الفرح على طول وهم مروحين الحركة المررية كانت كويسة جدا ومشي بشكل طبيعي بشارع صلاح سالم فجأة وفي لحظة العربية خبطت في شجرة في الجزيرة اللي في نص طريق صلاح سالم واختلت عجلة القيادة والعربية قلبت بيهم وهنا سمع الناس صوت تصادم كبير جروا يشوفوا في إيه ويحاولوا ينقذوهم ولكن للأسف كان أمر ربنا نفذ ما نقدرش نقول حاجة غير إن ده نصبهم وقدرهم كده إنهم يرحلوا في وقع تسير ويكونوا راجعين من فرح صاحبهم ويكونوا مع بعض ويلفظوا أنفسهم الأخيرة في الوقت ده تحديدا بس نعمل اللي علينا ونسوق بسرعة مناسبة للطريق اللي ماشيين عليه في الأول والآخر ده قدر ربنا وهيحصل هيحصل